احبت شارككم بهيدا الفيديو كيف فينا نعمل بودرة ليمون طبيعية بمطابخنا وانا سويت هون ملح الليمون نقدر احنا نصنعهم بطريقة جدا طبيعية بدون اي مواد مصنعة او مواد حافظة او ملونة من الليمونة كيف فينا نعمل للي حبت الليمون اعادة تدوير ونستفيد من القشر ومن اللب ومن حتة الطبقة البيضة يلي بتكون بين القشر واللب نعمل ملح ليمون طبيعي او بودرة ليمون طبيعية وبتكون جدا مفيدة نستخدمها لطبخاتنا ولأكلاتنا بدون ما نشتري الجاهز المصنعي اللي مضاف عليه مواد حافظة ومواد مبت يعني ما بتفيدنا صحيا اول شي مناخد حبت الليمون ومنغسلها كتير كويس ومنقشرها بقشارة البطاطا بتقشروا الطبقة الصفرة رقيقة ما تاخدوا الطبقة البيضة اللي تحت القشر الصفرة لانا بتكون فيها طعم المرار قشرنا قشر الليمون بهيد الطريقة وما ترموا القشر وما بدوا تشفيف بالشمس تحطوه على صنية وبينشف بالمطبخ عنكن سمعين صوتوا كيف وراح لكم شوفينا نستفيد من قشر الليمون لكتير وصفات ولكتير تتبلات بنقدر ناخد قشر الليمون عصر بناخد الليمون ومنعصرها كتير كويس بناخد العصير بنستخدمه لأي وصفة بدنا اياها بعد ما عصرت الليمون بتقلبوها بهيد الطريقة شوفوا كيف قلبتها وبتجيبوا سكينة وبتاخدوا لب الليمون بطريقة كتير ان تكون بس لب الليمون ما تاخدوا من الطبقة البيضة لانه هي لبطاعة المرار طبعا لازم نكون انه ما فيها البزور لانه البزور بطاعة المرار والطبقة البيضة لبطاعة المرار شوفوا كيف انا اخدت لب الليمون ما اخدت من الطبقة البيضة على لب الليمون ولا اي زرة منهم بهايدي الطريقة مناخد لب الليمون ومنحطن هايدي كمان القطع البيضة ما ترموها راح اليكن شوفينا نعمل فيهون هلا عنا لب الليمون بيتفرد على صواني كبيرة وما يكونوا بجانب بعض بيكونوا مفرقين عن بعض سمعين صوتوا كيف صار ناشف عندي ما بدون اشاعات شمس فيكنوا تحطوهم تحت اي شباك بيوصل من خلاله الضو ومن ناشفهم بدون تقليب باليوم 3-4 مرات لنحصل على هيدا الصوت للب الليمون ويكون عنا ناشف واذا بتكون تنشفوا الليمون هيك بدون ما تشيلوا القلب كمان فينا نستخدمها وننشفها ونحطها بالسلق وبالشربة نغليها بتكون فيتامين سي طبيعي المهم ما ترموها ابدا وهيدي عنا لقشور منستخدمها للتتبيلات تضحنوها لتتبيلة للجاج للشربة للسلق لكتير تتبيلات لحوم فينا نحط من هيدا شور الليمون اما الطبق البيضي اللي بين اللب والقشر انا بستخدمها بطحنة بودرة لتنظيف المواعين بتعطي لمعة وريحة طيبة بتشيل الزفرة استخدمت ملح خشن البحري هيدا النوع كتير ممتاز الملح بينضاف تدريجيا اذا بدنا نحصل على ملح الليمون حطيت كمية من لب الليمون وعليهم معلق الطعام من الملح عشان ما تكون الخلطة ملح كتير ومنطحنن لا يصير عنا الخليط بودرة على الاخر لازم تنتبهوا انه يكون كتير ناعم ما تخلوهن خشنين ابدا الملح ضيفوه تدريجيا على لب الليمون لتحصله على الدرجة المناسبة من الملوحة ودائما استخدموا الملح اللي ما فيه اليود البحري الطبيعي هيدا هلا صار عندي ملح ليمون طبيعي بدون اي مواد حافظة او مصنعة او مضافة عليا اي مواد تاني تحطوه بعلب وبتستخدموه لما طابخكم متل ما بدكن واذا بدكن تطحنوا بس بودرة ليمون طبيعي تطحنوا اللب واللي هيوصل عنكم بودرة لهيدا الدرجة بدون اضافة الملح ومنكون عنا حصلنا على بودرة ليمون طبيعي بتستخدم بمطابخنا للتتبيلات لكتير اشي شوفوا هيدا ملح الليمون يلي انا حضرته حطيته عندي بمطربان وبعمل كمان بودرة ليمون بدون ملح وبكتب عليها بودرة ليمون من لب الليمون انا استخرجت بودرة طبيعية استخدمها بمطبخي بطبخاتي بوصفاتي بتتبيلاتي لأي اضافات بدي اياها هيك بتكون عندي بودرة ليمون طبيعية بدون مواد حافظة او مواد مصنعة او جاهزة القشور هيدا لب الليمون شوفوا شو عملنا منه هيدا القطن البيضة لا ترموها انا بنشفها وبطحنها بحطها بغسيل المواعين للزفرة وللتلميع للمواعين المعادن كتير ممتازة وكمان فينا نستخدمها نطحنها مع زيت غليسيرين مع زيت اللوز وملح خشن وبنحصل على سنفرة للجسم جدا ممتازة قشور الليمون ابحثوا عن فوايدها بتغلوها بقدروا تحطوها بالسلق دايما بحط منا لسلق اللحوم الدجاج او اللحمة بالشربات وبحطها لتدبيل اللحوم الدجاج لحمة سمك بحط من قشور الليمون وفيكن هيدا الليمونة اذا ما شلتوا اللب كمان انتوا تستخدموها وبتقدروا بدون ما تشيلوا لب الليمونة تخلوها متل ما هي وتنشفوها هيدا لوحدة تعتبر فيتامين سي طبيعي وتنشفوها متل ما انا صورت لكم ياها وكمان بنقدر نستخدمها لكتير وصفات نغليها بتكون مع الشاي بتحطوها بالشربة بسلق اللحوم كل انواع اللحوم الدجاج لحمة سمك او بتقدروا كمان تحطوها بالشربات وتستفيدوا منها هيدا طريقة لاعادة تدوير من حبة الليمون نستخرج اللب ونستخرج القشر وحتى الطبق البيضي اللي بين اللب وبين القشر ما بنرميها كمان بنقدر نعمل منها كتير اشياء نستفيد منها سواء لاعطاء نكهة عطرية للموعين لايزالة تلميع المعادن بوقت الغسل الموعين وكمان بنقدر نستخدمها للتعطير بمطابخنا وكمان بنقدر نعمل منها صنفرة لاجسامنا لقشور جدا مفيد لجميع انواع التتبيلات وجدا مفيد للشربات ولسه قطعة الليمون الى واحدة لو نشفتوها ما ترموها فيكن تغلوها وتحضروا منها شراب الليمون مع الشاي او بدون شاي ما فيه اجمل من اعادة التدوير وحفظ النعم اشتركوا في القناة